السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم الفقيه السوسي المغربي رشيد أقديل أرقام لا تتبدل ولا تتغير واحد السيد كي يهزلي الفيديوهات ديالي بزاف زاف تيك توك وأبو أدم عارلغو الشاشة هذا كي يحل شي خاتم على أخوات المحلولين ما عندي شناع على أخوات المحلولين ذاك الشي ديالزنق وذاك شي ديالنحاس وذاك شي ما ما عندي شناعنا في القناة والصوت ديالي هز الفيديوهات ديالي وكي يحطعم داك أبو أدم هذه النصابه دا على شفار ديال الفيديوهات باللافظ المغربي لس ديال العاشرة ديالي يحطعم وكي يلحهم عنده كي ينصب على عيب الله بسميه يعني ديالو هو أبو أدم فهذا النصابه دا كي يهزلي الفيديوهات بزاف تيك توك وكي يلين اخواتين هزيين الفيديوهات ديالي وكي ناديما كان حدر وأذكر الإخوة كان قولها بأن الكنياد يلي شاوي رشيد شاوي رشيد شاوي رشيد الله يعطيكم الخير شاوي رشيد هذو الأخوات نظموا الرضي قد نضرع لهم ولكن أول حاجة اليوم قد نضرع لها هي الكشف الزناتي هناك بعض القنوات يعملون الكشف بعض العشاء وبعض المغرب وبعض العصر هذا ليس كشف الخد جزاكم الله خير هذا لها الضحك لا ما كانش كشف مرى العصر هذا بالإجماع أهل الروحانيات أهل العلمي في الروحانيات والأبراج والكواكب لا ما كانش روحانيات الكشف يأتي بعد العشاء أو بعد المغرب أو بعد العصر الكشف لا يوجد كشف في المساء الكشف يكون بعد الفجر إلى قبل العصر بعد الفجر إلى وهذا الكشف يسمى بكشف أزناتي أو كشف أضمياتي هناك كشف هناك كشف ذليل الحيران للطوخي ولكن كشف ضعيف جدا لا يعني لا لا يحتج به ولا يعمل به ولا يأخذ به هذا العلم علم التوخي علم الكتب الصفراء يعني هو فقيه في كواكب ولكن في الخط والكشف لا علم له في هذا الباب وهناك من يكشف بأبو معشر أبو معشر الفلكي أبو معشر هذا الخط كذلك ضعيف جدا ضعيف ولا يحتج به كذلك الخط الذي يحتج به ويأخذ به هو خط الزناتي أو الضمياتي وأنا أعمل بخط الزناتي بإذن الله ولكن خط الزناتي لا أعمله مجانا بل بخمسمائة درهم مغربية يعني خمسين أورو أو خمسين دولار هذا هو الأتمينة ديال الكشف والكشف ده والليد كان نجمعه مع العمل والليد كان نجمعه مع العمل لأن الكشف لأن الكشف لأن الكشف لأن الكشف الفقيه ليه كينفع ما كينفع طالب هذا يخصان نقوله ونعود الكشف كينفع الفقيه ما كينفع طالب هذا هو الكشف الزناتي الكشف الزناتي كيتجمع مع الخدمة وكيكون بعض الفجري إلى قبل العصر شحامل واحد دابة أنا غالي نكشف لك زيد كشف ليا ولكدوب وتكداب باب العلم كما قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل الإنسان لا بد أن يكون عنده العلم والإدراك إدراك شيء ما هو عليه إدراك أنجاز من وإدراك ينقسم إلى ستة أقسام يعني العلم قال كما قلت على الكشف الزناتي هو أفضل الكشف يسمى بالكشف الزناتي أو الكشف الضمياطي وهذا كثير موجود يعني في المغرب بالخطوط أهل العلم والروحانيات وهم قليلون لأن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حديث قالت يعني أحد الصحابيات أو نهنك ونفن الصالحون قال إذا كتور الخبث يعني إذا كتور الخبث كل شيء كتشمع شحامل واحد كي يقول لك واتتير عن سبع فعلية فلا فعلية القوة اختار نسمع هالكلام عند الزبائين لكي يدخل عندي الله يجيز لكم بخير لا أتسمعوني للوطر لأن رأى كتير من الناس لأن أي میهنة رأى فيها الصالح وفيها الطالح أي مهنة أي رحي أي حاجة أي روحاني أي فقه رأى فيه الصالح وفيه الطالح في الصالح وفيه الطالح هذه الروحانية الربانية ومرحبا بكم عند الفقه راشيد الشاوي وكررها راشيد الشاوي والأرقام لا تتبدل ولا تتغير وهذه أخواتهم زمرد الحجر روحاني نقرأ روحانية ربانية ديال الأسماء ديال الخدام ومحباب الجميع عن راشيد الشاوي في كيلتا اليدين بإن الله بالخواتم الروحانية والكشف الزناتي بإن الله عز وجل